اشتركوا في القناة نتمنى منكم تقاسمها مع أصدقائكم لا لشيء إلا لتعم إفادة إذن على بركة الله الصورة فقط أنشأتها من خلال هذه الصفحة فقط بالنقر على هذا الزر بعد ذلك رفع الصورة التي تريد ثم تنقر هنا على هذا الزر كما ترون ولا يحفظها بالجهاز ننقل على الزر كما ترون معي الصورة فقط بالنسبة لهذه الكتابة هنا إذا أردت حدفها فالطريقة جد بسيطة يكفي فقط نقر على الصورة بزر فأل عيمن وفتح الصورة بهذا البرنامج الموجود بالويندوز بعد ذلك تنقر على الزر ثم تقوم فقط بسحب هذا المستطيل بعض الطريقة تنقر بعد ذلك على الآن بفتح الصورة مجددا كما ترون معي اختفت الكتابة هذه الطريقة في حالة ما إذا كانت خلفية موحدة وفي حالة إذا كانت خلفية غير موحدة فيمكنكم استخدام هذه الطريقة التي شرحت بهذا الفيديو بكل سهولة طبعا هذا الموقع به العديد من التأثيرات الأخرى كما ترون معي المئات من التأثيرات الأخرى الجميل في هذا الموقع أن له تطبيق بجوجل بلاي وأيضا بالأب ستور كما ترون وأخيرا أرجو منكم أن تشاركوا هذه الطريقة مع أصدقائكم لا لشيء إلا تهم الإفادة وترقبوا عن مقارب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر